أول شيء كيف جاءت ولادة الفكرة للمنتدى الإعلام السعودي؟ صحيح أولا شكراً للاستضافة الحقيقة طبعاً أنت ممكن أن أخذ من نفس الكلام اللي تفضلت فيه السعودية أهم بلد وأكبر بلد أنت تعرف كل الإندستري الإعلانية في العالم العربي تشتغل على السوق السعودية صحيح كل المؤسسات الإعلامية الضخمة تشتغل على السوق السعودية نعم يعني من باب أولى أن السعودية يكون عندها أهم منتدى إعلامي إحنا طبعاً تجربتنا الآن في السعودية هي تجربة مهمة جداً ليس فقط في الإعلام إحنا عندنا تغيرات مهمة جداً اجتماعياً سياسياً اقتصادياً في كل التغيرات فالتجربة أعتقد أنه إحنا تساءلنا ليش ما عندنا منتدى إعلامي؟ كيف يمكن أن تكون أهم دولة عربية وهذا الكلام معاطفي طبعاً أهم دولة عربية ما فيها منتدى إعلامي وأعتقد أن تأتي متأخراً خيراً من أن لا تأتي مطلقاً فإحنا اقترحنا أنه يكون هناك منتدى إعلامي دولي المنتدى الإعلامي الدولي فكرته أنك تجمع صحفيين إعلاميين قيادات إعلامية مؤثرين في الرياض أولاً يحصل فيه نقاش حول صناعة الإعلام وحديث عن المتغيرات في صناعة الإعلام أيضاً هي تخدم الإعلام السعودي من بناء شبكة علاقات نعم إحنا عندنا مشكلة في الإعلام السعودي أن الإعلامي السعودي كشبكة علاقات محدودة بشكل عام يعني فحينما تحضر صحفيين من أوروبا من أمريكا نعم من شرق الأقصى من روسيا من الصين من اليابان ويجتمعون على مدى يومين في مكان واحد ويحضر مئات الإعلاميين السعوديين انتهنا بتبني أرضية لحوار وتطوير الصناعة وبناء العلاقة وأيضاً الاستفادة من التجارب المتقدمة في الدول الأخرى لا تنسى أننا عندنا تجارب متميزة في الدول الإسكندنافية وعندنا تجارب متميزة في شرقاسيا وطبعاً خلاف وربا وامريكا كل هذه التجارب أعتقد أنه من واجبنا أننا نتعرف عليها فأرجع لما تفضلت فيه في البداية أنه فكرة المنتدى الإعلامي هي انطلقت من كون أن السعودية كبلد مؤثر وكبلد مهم وكبلد له تأثير وكبلد المؤسسات الإعلامية بتلعب دور كبير جداً وكل المؤسسات الإعلامية ومعظم المؤسسات الإعلامية الضخمة في العالم العربي هي برؤوس أموال سعودية نعم فمن خارطة العمل هذا وجدنا أنه يجب أن يكون عندنا منتدى إعلامي يحقق هذا الهدف ويطرح هذا الموضوع فطرحنا الموضوع حقيقة ضمن مجلس إدارة هيئة الصحفين السعوديين كان كاقتراح في أنه يكون عندنا منتدى وجائزة الإعلام السعودي نعم اقتراح هذا عمره أكثر من سنتين طبعاً وتقدمنا فيه ولكن أتأخر في موافقة على أساس أنه ينطلق كان زيارة لمعالي وزير الإعلام الإستاذ ترك الشبانة في الأسبوع الأول بعت وليه الوزارة واجتمع مع مجلس إدارة هيئة الصحفين وعرضنا الفكرة كمشروع مشروع المتدى الإعلامي وحقيقة وجدنا الدعم الكامل واخذنا موافقة أننا ننطلق المتدى الإعلامي وأعتقد أنه هناك جانبين الموضوع الجانب أول المتدى والجانب آخر جائزة الإعلام السعودي وتمنى أنه هذه المتدى سوف يكون تظاهر سنوية يجتمع فيها جميع الإعلاميين السعودين والعرب ونجمع فيه النخب الإعلامي من دول العالم لأنه وجود هذا الجمع في الرياض سوف يعطي لنا إحناك من جانب آخر غير الجانب الإعلامي الجانب السياسي والجانب التسويقي للدولة هذا جانب مهم جدا وربما يطول الحديث عنه ترجمة نانسي قنقر